اشتركوا في القناة 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 شو لي كان ديعك اكتر اكتر حاجة واجعيني طبعا ان كل حاجة في نفس الوقت بس هي طبعا فكرة الانفصال وان انت في حد انت كنت مساستم حياتك كلها عليه و كنت بتحبها طبعا اكيد اكيد هي كانت الحب الاول بحياتك اه لا يعني مش الحب الاول لا لا بس من من الحق خلاص يعني هي دي كان بالنسبة لي اول تقربة سيريس اللي احنا خلاص اتخضبنا واتجوزنا وحيك كتير قوي وعرضت حياتكم على مواقع التواصل بالضبط ايه دي الفكرة وده كان جزء كبير قوي منه مش يعني مش صحي لحد ما لان الناس كلها كانت شايف حياتنا 24 ساعة عايشين معانا قصة حب كبيرة جدا فلما ده حصل اه طبيعي جدا ان بعد ما كانوا عايشين معانا قصة زي دي وان في قد ايه الرجل وست بيحبوا بعض واحنا عايزين نبقى زيهم واحنا مش عارف ايه والكابل ده قد ايه كويس وجميل وكل الكلام ده وفجأة فجأة انا طبعا من الطرفين ان ما فيش اي حد فينا هيقول ايه المشاكل او اي حاجة مش ده الصح يعني او مش ديه الطريقة اللي بتبقى مش ديه انا تربيت عليه يعني ان احنا نطلع نقول ده عمل وده سوى والحاجات التحصل على سوش والميدي دي مش بنعملها خالص سانا طلعت قلت ان احنا انفصلنا وخلص بمنتهى الهدوء قدام الناس ليهم حق ان هم يعرفوا كما علومة مش اكتر ولا اقل ان احنا انفصلنا وان انا خلاص دلوقتي انفيش حد في حياتي حدد لأكتر شو هي الصعوب اللي قطعت فيها شو هي المشاعر اللي انت كنت عم بتمر فيها بهايد المرحلة بينما لينا كانت بعد ناطرة فلوسة وانت يا حرام قاعد عم بتعاني وتعافر بالحياة بص انا كان بيجي لأوقات ممكن تعريبا يعني لينا واني دخولها في حياتي في الوقت ده واللي هو بعد الانفصال على طول او بعد الطلاق على طول واهلي هم بس اللي عارفين الحاجات دي لا كنت عاعد كتير قوي بقاعد في البيت انا مش بحب ابين او طلع مشاعري قدام كل الناس مايبقاش حد عارف حاجة طبعا كنت عاعد كتير جدا بسبب الضغطة اللي الواحد فيها بتصعب عليه نفسه بسبب يا مش عارف أوليك ازاي انت كنت اتخزلت فهمها قصدي فالخزلان ده بيجي لك وانت في عز ما انت تعبان اصلا في ظروف حياتك الباقية وما ينفعش تبين ده وما ينفعش تطلع ده للناس فانت بتبقى قفل على نفسك الباب قاعد انت بينك ومن ربنا وبين نفسك بس مش اكتر فطب هي عديت بحاجة كتير قوي صعبة بيني وبين نفسي اكيد بتقول انت كنت ضحية بهذه المرحلة ايه او لا اه يعني اقدر قولت ظلمت جامد بصراحة بس دي حاجة بيني وبين ربنا هو اللي بيحاسب الناس على كل حاجة بتحصل او كل حد لو انا قزيت شخص ربنا هو اللي بيحاسب وربنا هو اللي بيعاقب وربنا هو اللي بيعام كل حاجة فانا بسيب كل حاجة دايما لعا ربنا وبس يعني انا بقول بس ان انا بقى دايما دايما ان هو يجيب لي حقي وافضل انا مبسوط ومرتاح بس هادي على الصعيد العاطفة كمان الناس ظلموك بص هما ظلموا لينا اكتر مني بكتير قبل ما قوصل للينا طبعا انت شاب الموف اون اه طبعا الشاب ياللي تخطى انت قال علي اذا انت عيش حياتك اذا انت مقضيها يبقى انت اكيد الغلط يبقى انت اكيد الخاين والعمل والعمل وبتاع بتعال عليها كل حاجة في الدنيا وصلنا بقى للخاين وليه خربت البيوت شكرا تمام حاولي اتهم اليوم بحتيت صار الوقت تحكو وصلناك انه في سيدة اسمها لينا عم بتطلب فلوسها اخدت الرقم واتصلت فيها انا كلمتها بمنتهى الزوء والاحترام عشان انا بجد ما كانش في دماغي اي حاجة سعيتها خالص وخصصا ان انا كنت لسه بجد زي ما اقيلك دلوقتي مطلق بقى لي تقريبا كم يوم مش كتير مش فترة كبيرة بس انا منفاصل قبلها كتير قبلها كتير كنتم منفاصلين منفاصل قد ايه شهر تقريبا او شهر ونص حاكده بعد كده الطلاق ده اللي هو يا دوبك كان امضة بس مش اكتر يعني هي اجراءات الطبيعية عشان الاجراءات الرسمية اي حاجة في الدنيا غير ان هو انا مماسك في شغلي وفي اهلي وعلاقتي بربنا رقم واحد بس ده كلنا انا بفكر فيه عفلت اول اتصال بعين اكبر حسيت ان زوقيا ان احنا بنتعامل في الشغل وفي كامبينز وكده روحت اعمل لها فولو على الانستجرام زوقيا ايه ده لأ ممكن تعيد لو في سباح عملت لها فولو على الانستجرام لأ زوقيا عجبت عجبتني اه خلي بالك احنا اتنين مزعين عليك فالمعدود جيد دور لعندك بس فزوقيا مني روحت عملت لها فولو على الانستجرام ما يفعش اكون خدت رقمها وكلمتها كمان يعني الكل دي بحيس ان واتساب خلاص يعني تمام بقى خش بقى الانستجرام بقى مسكنا التليفون يا محمد انستجرام بقى يلا بقى عملت ايه لا بصراحة مش هأظهر خالص الله بس انا شوفت البروفايل بتاعها بنت جميلة بنت ناس شيك بصيت كده تمام تمام يعني نوتيفيكيشن على تليفونك فولو باي حمد فرق فولو باك وقفلت التليفون اش عملت فولو باك انا شوفت البروفايل لما بعث لي المسج اوكي بعث لي المسج دخلت قلت بصت بصة كده وخرقت لا بقى البصة كده كده ما تنفع شريق لا اكيد وارتي لا لا خالص خالص بلت صحابك ده عمالي فولو لا لا بس اقولك على حاجة محمد عرف ده قوي عني انا ببوست على سوشل ميديا بس انا مش ستاكر للناس اللي عال سوشل ميديا فلما هو بعث لي المسج هنا جيل ستاكر بايت بتاع دخلت اتفرقت على الصور وبتاع ايه ده ده امور شو شفت بالبرروفايل صوره هو بيع في صور حلو قوي شكله حلو اوكي بديلينا قبل الخطبة وقبل الحب او او ده في الاول كده شكله is good looking كفتت شفتي good looking good looking مع بقى مكلمة لكلمتهالي زي ما بتقوله الشاب مرتب بيعرف يتكلم فهو كان محافي عارف هيقول ايه بتاع فخلاص لما الفتاة بتشوف امامها رجل جميل حسب ما انت عم بتقولي او واسيم شو بتقول لا ده حيتعبني ولا لا انا ما كنتش بصاله انه شخص عاجبني هو حد عمالي فولو شكله كويس وخلاص وخلي بقى لك انا كل معلوماتي عنه ايه ده فلان كان متزوج وايه عنده agency بتاعته فما فيهاش ان احنا نكون مع بعض يعني كنت بتعارفه قبل اه 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 طبعا ما هو حاجته كان بتنزل على social media لان هو كل ناس شافاها فانا كنت عارفة ان هو متجوز فلانة وبشوف حاجاتهم على social media زي زي الناس شو كنت بتقولي عن حياتهم كنت باشوف بوستس على فيسبوك بتاع شكلهم كيوت جمال لما عاملك فولو اعملوا فولو باك هون ما كنت بتعارفه انه انفصل ولا كنت بتعارفه انه انفصل لا لا كنت عارفة ليه كنت عارفة كانوا منزلين الصورة بتاعته على على فيسبوك جروب فيسبوك ان ايدا درشال صوره مع طلقته فكان فيه كلام فاكيد هي شافت الكلام ده من جروبس البنات البنات بتسكوتشان فايرل هون ما شو بايرل يس اه ام تستنج دو بوتر يعني مرتاحين له هلا جيد دائم منكفة بسرد الخبرية اه اه افلنا المقابلة عن متلك فولو باك اوكي الرجل اللي فيك بقى اه لا بصراحة هيتفاجئ اصلا اه احنا عادنا بعد ما مالي فولو باك اسبوع وشوية مفيش حد بيعمل لايك للتاني يعني طب وفلوسك لازم يجب بعد اسبوع ما هقولك بقى اسبوع ويومين مره بقى حسيت انه هو ديسنت وكده فخلاص اسبوري يمكن تبقى عشر تيام بدل اسبوع واسبوري عالجمال فنزل نزل صورة جاب كلب بطوي بودل خاطير قد كده وكاتب اه 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 سور جاست نيم للكل اوكي شا عملت قلت له سميه قائد تمام قلت له كان عندي كلب اسمه قائد ومات فاسمي قائد فقال لي بس انا هلاقيت نفسي فقدر اتحركشت فيه يس اه 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 لا بس انا جيت هنا قلت لها بقى استنى شوية استنى بقى بصها برضو ديها فرصتها اه اه ايه لقى لنصحت سبني احكي لا قصت فيه حاجة هنا حلو قوي ان انا يعني كنت عايز اتكلم مع حد في الفترة دي لان انا اه عايش لوحدي وقلت له انا اجايب كلبه بتاعه وعشان ليه قلت له عشان عايش لوحدي دلوقتي ايه ده انت عايش لوحديك فهو ان انا انا اوفيشيلي لو انت مش عارفة فانا بقول لك ان انا عايش لوحدي اه اوكي ان هو فانا بقول له ايه ده عايش لوحديك ليه عملت بقى عبيتة اللي هو مشي وزماد قال لي لأ ما هو انا اه خلاصا فانا سكتعرف انت قبل ما تتعرف على محمد شو كان وضعك الاشر اه مطلقة مطلقة اه ايه وزنا عارض قبله بآ فور يرس ليه كنت عم بتقلق انك منفصل اه عشان انا لأسباب كتير قوي عشان اول حاجة انا مش متعود اكلم حد وانا في حد في حياتي اوكي فعشان اوريها ان انا مفيش حد في حياتي وما بتقلش عليا حد مش كويس فاهمتها ان انا لا انا كويس مش بجر كلام وانا في حد في حياتي يعني ليش بدك اتوضح لك الهاي ده وكانت عشبتك هي بنت بالنسبالي اكيد حلوة جدا وديسنت كده في كلامها وكل حاجة بس الكلام ده حسستني انا عايز اتكلم اكتر يعني مثلا كان في دماغي من انا اقول لها كلمة وتمامها ترد علي ايه ده وان شاء الله خير بس انا عادتا مش بتكلم كتير عن قصة طلاقي او كده بس الكيس الوحيدة اللي بتكلم فيها عن ده لما بلاي قدامي حد بيمر بنفس السيتيوائشن فانا في اللحزة دي حسيت ايه ده طب ما يمكن يكون ربنا بعتني لي عشان هو محتاج حد يتكلم معاه من شبه دي فيهون عليه شوية كمتيره 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 هونت ازاي عليه فاكرة سيتيواتا قبت له جملة مهمة جدا وتشيز ما اخدش بيها خالص قبت له مهمة جدا اوعى تقرب من حد او ترتبط باي حد اول ما تنفصل ادي لنفسك وقت هيل اعرف نفسك اكتر المرأة اللي فيك كانت عم بتقولة لاتسمعه انه انا مني افيلبل ازريبا بجزء لو انه بسيط نعم 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 ها اقولك حاجة بقى حاجة مهمة قوي انا الفترة دي كنت اقفل على نفسي قوي مش بشوف ناس خالص زي ما قلتلك انا كنت ببعت في بيت ربنا الاعلام انا كنت بقى بعمل ازاي وخصصا ان انت مش بتعبر عن ده ولا حتى بتفش يعني مش عارفوا الهاج ازاي بتفش غير لك انك انت متضايق وتفتفت لحد وانك انت تعبان ومش بتفتفت لأي حد اهلي بيلولي كلام اللي هو بتاع الاهل اللي هو بيتبطبو علي انا مش عايز كده فمفيش حد كان بيقولي الكلام اللي انا عايز اسمعه في الفترة دي غيرها ليه لان ما انا هقولك حالا هي وريدي عادت بيكسبيرينس زي دي فهي عارفة الكلام قوي اللي هيريح البنياة من لي قدامها ده في الفترة دي كانت بتطمني بالطريقة انه هو مش واحدة بتتطبطب علي ولاحت بتتكلم كلام واقعي خد وقتك في الزعل عيط عادي عاية والداي عارف ساعات لما كان بيقض يعني عملك شوية تطور في الكلام نحن بعد ما قعدنا تكلمنا فبقى موضوع اي تينك هو ابتدى شوية يستريح لكلامي فابتدينا نتكلم اكتر عن السيتيواشنز اللي عدى بيها ويحكيلي تعطفت معه اه عارف ساعاتي كان بقولك لما بيحكي حاجة كنت ببقى عايز اللي هو طب طب عليه واقوله حقك علي من اي حاجة دائتك فهم قصدي لينة فتح قلبه بسرع عليك اي تينك يس يعني قعد شوية كده اللي هو بيتكلم بحذر بحذر لما رجال بيفتح قلبه لفتاة سنجل شو بتعيش بها اللحظات بس كنت عيشة حاجة كتير قوي كنت مبسوطة قوي ان ان انا حاس ان هو بيستريح لما بيتكلم معايا في نفس الوقت كنت خايفة جدا عشان السيتيواشن بتخوفه كنت دايما بقعد خايفة من مشاعرك طبعا خايفة ان انا تعلق بيه لان هو تتعلق بيه بسهولة عادي الصديق حتى اليوم او صديقتك او اليوم فيه عادي بتتعود انه ازا بتقطعوا التليفون عن بعض جيه في شي تغير بالزبط وبالاخص هون اليوم عم بيحكيكي عن تجربته عن احاسيسه تعطفت معه لما حكارك عن طلاقه اه طمام كان اهم حاجة ان انا دايما نعود ارميله في النص اوعى تدخل في relationship عشان لو انت بتفكر ان انا فانا مش في باوند خالص محمد متقامن بالصداقة بين الرجل والامرأة اكيد او انه كل صداقة الا ما تتطور المشاعر بينياتهن لا 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 خالص فيه لمتس طالما فيه لمتس مش يبقى فيه اي تطور لأي مشاعر طالما انا عارف الشخص اللي هي بتتعامل معاه وطالما هي كمان عارفة البنت اللي بتتعامل معها خلاص يعني عادي مثلا دينا يكون عنده صديق راجل مقرب وتطلع تحكي مشاكلها معه لا ما سويني انا صديق مقرب انا كل اي خانة تحتيها راجل دي انا بس الواحد كمانة اليوم عنده علاقات عنده اصدقاء ايه الليمتس الليمتس اللي احنا حطينها انا وهي اعطيني انا الانت الليمتس اعمال يضغط علي ممشوضة مستمتعة اول حاجة لازم اكون انا عارف كل واحد هي بتكلمه لازم اكون انا لان انا نظرتي للولد هتفرق ونظرتها هي للبنت هتفرق يعني نظرية الولد انا هعرف قوي الراجل ده نيته ايه او تفكيره ايه او شخصيته عاملة ازاي فانا بالنسبالي لازم الليمتس بتاعتي ايه او ايه الشروط ان احنا متفقين عليها مع بعض ان الشخص اللي هي تعرفه ده او الولد ده اللي تعرفه لازم اكون انا عارفه لازم اكون شفته لازم تكون حكيالي عنه وعارفة طبيعته علاقاتهم ايه وبشوف التشات بينهم طريق كلامهم عاملة ازاي كل الكلام ده ولازم أكون شفته وعارفه بيهمك تشوف حتى التشات بين وبين طبعا لازم أبع عارف هي بتكلم حد بيتكلم إزاي ممكن يبقى بيقولها كلمة هي واغداها عادي جدا بس أنا كوى راجل أبقى فهمها بس عيدة البعض قد يراها أنه فيها قلة ثقة لأ بالعكس أنه هي بتعرف تحط اللامت اليوم كأمرأة أو كفتاة بتشتغل هي بتعرف تحط لامتس جدا بس برضو نزلة الراجل للراجل بتفرق ده يوصلني لإيه في الآخر إن أنا كل حد في حياتها مهما تكلموا ومهما حصل أنا متطمن لأن أنا عارف كل الحاجات اللي أنا قتلك عليها قبل جدا شو بعد الممنوع بصداقاتها الممنوع فيه يعملوا girls night out سهرة ستات مع بعض آه يعني آه تمام طبعا يسافروا على حسب المكان بس ده طبعا على فكرة ممكن يسافروا أصدقاء بنات الحال عادي جدا عادي جدا أنا عليها وخوفي عليها شو أنا بحبها بس مش أكتر بس تروح سافر برا مصر مع صحابة البنات وكافي مع صديقة شاب عاوز يفاتفضلها ويحكي لها عن مشاكل لا اه كشك ليه لا صديق شاب صديق شاب ازاي ايه اه اوكي اه عجبتك اللا اه بطعم اص خلي بالك هيا ترد نفس الإجابة بتاعتنا شو اللي ما تسلي لمحمد كمان ممنوع يتخطاها هو اه مثل الشروط اللي حطت لك ياها كل حاجة ليه با عنده بس ترند يعني ما أنا موجودة قاعد يكون ليه بس ما أنت مرته كمان تمام بس بس احنا هو الواحد لما يتجوز خلاص ما بقى بيشوف حدا لا خالص بالعكس على فكرة هو أصلا فاهم ان انا اه 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 اوكي توها فرنز ونخرج ونشوفهم بس زي ما هو لازم تعرف عليهم لأن بس قالك انجروب لحالك ما فيك تروح تشوفيه بس كده بس هو محمد صحابه احنا ينين وهو دايما عنده كل الناس يا بنتي دي كويسة يا بنتي دي مش عارف ايه وانا بالنسبة لي طب يلا ننزل مع الكويسة ساعات ايه كم في المية يقول الحقيقة دوانت قدام كويسة يعني بص هما يعني مثلا وريتها مثلا عشر بنات تسعة بيطلعوا زفت تمانية تمانية بيطلعوا زفت وفيه بنتين بس او بنت بتبقى بتقول عليها هي كويسة كويسة دي اللي هو ايه كلام معين بيترمي في النص بين البنات انا بجد ولا انا ولا انت هيبقالين علاقة بيه هما بيفهموه زي ما هو بيفهم الرجالة انا بالنسبالي وانا بجد ما فهم ايه انه يعني شو بيلمحوه هي مش طيقاني لللف لله مش شرط تكونوا بتحبوا بس هي مش طيقاني لللف لله هو كده يعني هن مستقطرينه عليكي مش فكرة مستقطرين بس انا سعبة ببقى حاسة اللي هو مش فكرة اتبختهم بس انت فهم قصدي ببقى نفسي يقولهم انتو مش عارفين انا عديت بايه وانت عديت بايه مين بلش يكون مشاعر للتاني قبل اي تنك انا بلش تكون لك مشاعر قبل طبعا انت حسات اكيد اكيد طبعا كنت في فترة دي طبيعية كن في حاجة كتيرة امصار عليها كنت فعلا مش ستيبل خالص وانا كنت عارف ده الحلو في الموضوع ده انا كنت عارف ان انا مش ستيبل فانا كنت بكابر قوي وكنت بحاول ان انا لا انا مش هينفع اكلمها كتير مش هينفع اشوفها كتير مش هينفع انت كلمت كتير قوي كان بيعمل ايه مثلا احنا مفوت خارجين النهاردة فايسو هيكلمني ام شايف ايه انا صاحب بتاع انا بس حس ان انا مش هايز اخوك النهاردة عايز اعط في البيت من ناحيته هي شايف ان ده شخص مجنون وانا بالنسبالي انا شخص سيستماتيك جدا احنا اتفقنا مبارح ان احنا خارجين فانا عارف هلبس ايه وهعمل ايه وهاروخ فين ولغي معاد وعمل فمضطر ان انا اقول له ايه ده اصلا عادي انا عندي صحابي هنزل معاهم وانا عايز افسي كافوشو انا من ناحيتي بقى انا مش عايز اتعلق بحد دلوقتي البنت دي اكبر من هي تتحط في خانة الريباوند استحالة اصلا اقول كلمة دي بعد كلمة لينا ماينفعش بعد اسمها يتقالي الكلمة دي فانا بعيدة كل البعد عن ان هي تتحط في ده وانا ماينفعش اخش في حاجة دلوقتي كل ده سراع داخلي بحط نفسي فيه بعد في البيت واقفل على نفس الباب وفكر في كل الكلام ده محمد فيه فتيات بينفع ايكون الريباوند؟ اهلا وانا لو ا讓ت بأتكلم FPV اكبر.. بس انت بقول لان اقلت البتي مستحيل تبقى لقطاعات المستحيل على اساس البعض قد يرى انو اه لا فيه ستة فهنا بيعطوك في بنات بتقب gotten تقبل انها هي عرفة ان هي ريباوند وهي عايزة وتبست وأعايزة تقضي وقت معاين بس تمام هنا انت بعد ماك ترفت الله باوال مرة انك بتحبها ده لسه بادري ده لسه بادري اه ده اعطت كتير قوي على ما مفكر ان انا قلها ده كم شهر ستة شهور تقريبا أربعة وخمسة يعني احنا عرفنا بعض يوم آخر أربعة عام تقريبا نص أربعة خمسة ستة سبعة نص ثمانية هون كنتم بعدكن أصدقاء أصدقاء بنستهبل أوي يعني فهم تستهبال اللي هو انت عايز تقول حيوة ومش عايز تقولها وهو ممكن يقولي على حيات مثلا ما تعمليش كذا وأنا اللي هو خايفة جدا مش هعمل كذا بس في سوقت هو إيه القرف ده بقى ما هنت من ضحية عم بشكيلك همه إلى أنت اليوم بوابل من الشتائم واتهامات بأنك خربت البيوت وأن أنا خاين دي كلمة مهمة أن أنا خاين وظالم أنا عمري ما خنت في حياتي شخص كنت معي بدأت السهام توصل لألك أنا لأزيت حد ولا دايقت حد ولا ليه علاقة بحد ده واحد طلق مراته أنا عرفته بعدها هل المفروض أنه لما عرفه عرفه أنه هو مطلق أنه أنا كنت متكلمش معاه ما خلاص ما هو سبه سبه شرعا يعني أنت بهم قصدي شو أقصى إذا بدك تعليق أو كومنت هيت كومنت أنا بالنسبالي جملة خربت البيوت دي كرسة لأن أنا هي الدنيا يعني اللي بتعمله في حد بيتحصل فيك طب اليوم بيقلك أنت خربت بيوت الكاميرا لقلك آه بعشرين ثانية شو بترد للي بيقلك خربت بيوت يعني أيوش إن كل واحدة أو واحد عايشين في السيناريو ده عايشين في الوهم ده أتمنى أن أنتو تبقوا مكاني وحد يإزيكوا قوي لدرجة أن أنتو يتبلوا عليكم بحاجة عمركم عملتوها لمجرد أن أنتو ناس فضي قاعدة وراء تليفون مش عارفة أي حاجة بس وحسبي الله أنا من الوكيل بصراحة من قلبي بس هيزيولك على حاجة أنا وإنت دلاتي بتتكلم حسيت أن الفترة دي من أسباب أن أنا ومحمد البند بتاعنا قويت جدا جدا فوق ما ممكن تتخيل يعني كل الضغطات بتاعة الناس كل حاجة بتحصل السوشال ميديا البنات الولاد الناس اللي ما تعرفش أي حاجة والناس اللي تعرف وبتتبلق كل حاجة دي خلتنا إحنا عايشين في بابل وإحنا أكتر ناس عارفين حقيقة كل حاجة بتحصل فأبقول لكم إيه مش شارع يعني مهما حصل ومهما تقل تمام إحنا وحشين مبسوطين تمام مهم إن إحنا مبسوطين مع بعض بس بهاي دي المرحلة إيه أنت أستاذ محمد أم تقررت أنه بقى قعدت فترة طويلة قوي إن أنا بحاول أبعد عنها فوصلت المرحلة إن أنا إيه ده طب ما إنت مش عارف تبعد عنها مش عارف تبطل تكلمها خايف عليها مهتم بيها لو إزعالت إنت بتزعل لو إنت يعني إتناقشته شوية وشدته في الكلام إنت مودك بيقلب ومتعرفش تعمل أحيجة في يومك طب ما دا الحب يعني أقات رفت إزاي كنا بس نرحت بس نرحت بس نرحت بس نرحت بس نرحت قاعدين على البنش دي قاعدين على البنش واجه بصير قال لي لنا بقولك إيه فقلت له إيه محمد قال لي أنا بحبك بس كان متوتر جدا 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 وهو بي أكينه أمر إقولها في حياته أكينه أمر هو في حياته فقالة أنا تخضيت وهني دمعت وتأثرت قوي لأن هي كانت آخر حاجة وتدخل أنا وإقولها اليوم دا زيو قلت له أنا كمان بحبك أكيد كانت تبقى مصيبة لما قلتش أنا كمان بحبك كنت مصيبة بفيش مصيبة بالضبط معنا فضلت كتير قوي عشان أبقى واصك لما أقول دا إن الشخص هيقول لي أنا كمان بحبك فاهم محمد بتقول اتجوز اللي شبهي لينا شبهك في إيه طيب أو شبه عيلتك في إيه شبه عيلتي في إيه وشبهي في إيه أنا هقول لك الـ 2.0 عشان ناس كيري قوي بتقعد تتكلم في حتة إن هي دي بقى اللي شبهك آه يا جماعة هي دي لشبهي عشان أنتو ناس سطحية فاكرين إن الشبه في الحجاب أنا مامتي وأختي ومرطات إخواتي كلهم محجبات أوكي بس أنا لما كنت بقول يا جماعة أنا ببختار واحدة شبهي شبهي من جوة شبهي في قلبها شبهي في الأصول شبهي في التربية شبهي في البيت الأهالي شبه بعض لما بنوان مع بعض إحنا مش متكلفين قاعد معي على راحتي هي في الخناء مش أسية آه مبادئها في الحياة واحدة ده الشبه يا جماعة الشبه مش في الحجاب اللي بيتحط ودي مش محجبة ودي محجبة ومش في اللبس ومش في المظاهر إن شاء الله دي حاجة من الحاجات مش حتى أهلك كمان من بعد تجربتك الأولى أوكي بالزواجة الأول وطلائق طبعا إنه كان بدهم كمان آه تتزواج بفتاة بتشبههم بالزبط بس هم أهلي بقى هنا اللي اختلاف كان في حاجة واحدة إن هم مش عايزين يخش في حاجة عشان هم خايفين علي من الآخر أتكسر تاني أو إن أنا أتخزل تاني في حياتي فأنت ما ينفعش تخش في حاجة تلوقتي عشان أنت مش ستيبل ده كان كل اعترضهم بس هم أهلي عندهم فكر مختلف شوية ليه؟ ليه؟ يعني ونيدتك محجبة واختك محجبة شو الفكرة التانية؟ الفكرة إن هم بيعرفوا الشخص الأول لأ مش شرط خالص طبعا ده مش شرط تماما بس هم بعد ما شافوا الدنيا وبعد ما خرجوا وبعد ما الكلام ده كله فكرهم اتغير قوي من ناحية إن لأ هم مش شرفوا شو شرفوا؟ الفكرة كلها إن أهلي كان فكرهم زمان إن لازم البنت عشان تبقى يكمل إن البنت دي تنفع زوج لبنتي مثلا مامتي أو بواي بيفتكروا كده لازم تبقى أخلاقها واحد اثنين ثلاثة اربعة بلاس محجبة أوكي لما خرجوا شافوا دنيا وشافوا الناس قد إيه مليانة بلاوي وإن مش شرط المظهر بدأوا تصدموا في ناس منقبات ومحجبات بغض نظر على أن أنا مع تحفظي لمناقبات ومحجبات طبعا في إن شاء الله يكون تسعة و تسعين في المية محترمين ومقدبين وكل حاجة بس إحنا شفنا نمازج قد إيه مش شرط تكون محجبة عشان تبقى أخلاقها كويسة مش شرط خالص ده دي حاجة ممكن إن شاء الله ربنا يهدي الناس كلها زي ما أنت بيقى في حاجات نقصة منك كلنا بنحاول نقرب لربنا دي حاجة إن شاء الله تيجي قدام براحتها مع كامل اختيارها مع كامل احترامي لإرادتها في ده إمتى وإزاي عمري ما كلمتها في ده خالص لينا عمرو ما تكلمك بالحجاب لا لا خالص ولكن أنت ريك أنا اللي بتكلم على فكرة بتقول إيه أنا لسا بروح وقول له أنا عايزة لما فيهم لهم ربنا يكرمني واتحجي بقى بلبس الستايل ده أبقى بعمل كذا ما هو هي دي حاجة قناعة ولا إرضاءا لمحمد وعيلته لا لا خالص 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 زيو وما أصلا عمروهم على فكرة يعني مش هو مش طابك بنبينجت ومش موضوع بنتكلم فيه عمرنا هي مش حاجة أهلو ما كان بدون مجهود زيو هقول بس حاجة وابدون ده بعد ما عرفتهم طبعا لا يتعرفوا عليك ويقبلوا لا هم بعد ما عرفوهم مش محتاجين مجهود بس قبل بس عشان أطلع أو أبين لينا لأهلي كنت محتاج مجهود أنا من ناحيتي لأن هم كمان بيموفون من اللي أنا كنت فيه من تجربتي أنا مش بس أنا اللي كنت بيموفون أو أنا موفون كمان أتعذبهم هم كمان طبيعي أهلي يا جماعة عايشين معايا وانا رايب أول أهلي أنا بالنسبة لي هي عارفة أهلي بالنسبة لي إيه دول أهم حاجة في حياتي بجد ولينا خلاص بأيت واحدة من أهلي فخلاص بقينا هم دول أهم حاجة في حياتي بعد أول مرة قلت لأ بحبك بعد أول اعتراف فالله ما طولنا يا محمد شو سعر؟ آخر تسعة كنا مسافرين مع ناس صحبنا رجعنا لحد يوم الاثنين محمد في حاجة غريبة وأنا أنا بحس قوي بيه فبقوله إيه محمد ما لكم شرف إيه في إيه بتاع بفجأة كده قرر إن هو يقوم راميلي جملة في وسط الكلام بقولك يا لينة أنا شايف إن إحنا أصلا مش هينفعن بعض لأن أنا مش هعمل أي ستاب سيريس قبل سنتين ثلاثة أنا لا طلبت منه سيريس ولا جبت له سيريس ولا قلت له تعالى أتكلم أهلي ولا أي حاجة وأنا برضو عندي كرامة وعندي إيه جو وأصلا إيه فهم معي عشان بتتسلى لأ أنا مش بنت بتتسلى معي قلت له تمامي يا محمد ما تكلمنيش تاني ومتقفلت قفلت التليفون من أسميت الكلام أه وما دعيت الله كان بقى من حركات غريبة غير مفهومة يعني فكرة بقى إن ده كان جاي مع وقت إن عيد ميلاده كان بعدها بعشر أيام بقيت في حالة من مش الصدمة أول مرة في حياتي بقى حاسة إن أنا مش عارفة إزاي هكمل حياتي يعني أنا عديت بحاجات كتيرة دماغك مستحيل تستوعبها بس كتأول مرة حس إن أنا ضعيفة لدرجة أنا كنت بقى بكي قدام أمي وأمي ما كنتش تعرف محمد هي بداية معرفة إن فيه شخص اسمه محمد في حياتها إن أنا منهارة قد بكيت يعني فيها أولا محمد لا كتير كتير فوق ما أنت متخيل يعني لأ أي درجة لا لدرجة إن أنا روحت لدكتور دكتور شو؟ دكتور نفساني ما كنتش عارفة إن أنا أتعامل يعني موضوع كان بالنسبة لي محتاجة حد بقى بره السيركل بتاعتي ما يعودش طب طب علي ويقول لي شو كانت العوارضي اللي عم بتعيشية بهذه المرحلة؟ بقفش أنام بيجي لي زي ميني بانيك أتعكس كده على طول أنا كنت شايفة إن لينا أكبر من إن أنا أبقى ضعيفة قدامه لأن هزعل وهدايه بس هبقى كويسة فاهم قصدي؟ هيتطلع عيني بس هبقى تمام ليه؟ عشان هو أنا خسران مش أنا فاهم قصدي؟ خسران إيه؟ خسران اللي أنا بعمله خسران صح يعني أنا بالنسبة لي الناس دايما بتشوفك زي ما أنت شايف نفسك الحكيم النفساني شو قال لك؟ قال لي وهيرجع يكلمك بس على الله توفق ترجعيله إلا لما تدخد بيله قلت له مش هرد عليه أصلا هيك قال لك بالزبط بالمرحلية اللي انفصلت فيها عن لينا بعد أول اعتراف حب محمد شو كانت عايش؟ كان عايش لأ بصها وقلك حاجة أنا كنت بعرف أبين قوي إن أنا عايش وبقى فعالي كانت بتبين ده بخرج وبروح وباجي وبشوف هنا وبشوف ده وبشوف ده وبسافر وبعمل كل حاجة بس كان في حاجات بقى وبشوف دي ودي تعرفت على بنات وكل الكلام الطبيعي اللي بيحصل بس أنا الفكرة كلها بالنسبة لي إن هي أنا بعرف أبين قوي إن أنا عايش بقى الحياة دي ومبسوط طبيعي بيحصل ليه؟ طبيعي بيحصل ليه؟ لأن أنا حسيت إن أنا بني قادم مضغوط قوي إن في حد في حياتي أنا طبيعتي لما بيكون في حد في حياتي حاس إن هو مسؤولية كبيرة قوي علي فدي ضغطاني قوي ما عنديش لا أنا خايف فهم حاجة؟ فحسيت إن أنا عايز أخد بريك هي مش عارفة ده طبعا بس ولا نفسي فعوارد مع بعض الطلاق الأول ظهرت وتجددت وقويت بهيد المرحلة بالزبط فالفترة دي ما كانتش الحمد لله كبيرة بس أنا كنت بعمل كل حاجة في الدنيا تخليه مبسوط كانوا أبسوط تقريبا؟ كانوا شهرين أو شهر ونص شو عملت فيها؟ عملت فيهم إيه؟ أنا ستقولوا ما عملتش إيه فيهم لا لا أنا ساعتها خلصت جيش اليوم اللي أنا مستنيدة بقالي كتير قوي جيه أنا بجد كل حاجة في الدنيا بيرفكت وخدت شهات الجيش بتاعتي القعفة أن أنا قدت الخدمة العسكرية بس أنا في حاجة نقصوني وجود لينا في اللحظة دي أنا عشت حياتي بس عايز أقولك حاجة واحدة صغيرة في مواقف كتير قوي كارب بتحصل مثلا قاعد في كافي مع صحابي الشباب شباب أقول له يعني المواقف دي حصلت مع شباب أوكي؟ أحاول أحذر عادين كلنا بناه كله بتاع فبصت التلفزيون لقيت مين؟ لينا البرنامج بتاعها فبصت لها كده يا جماعة فبقول لأخويا هي خاسة قوي وشكلها تعبان أنا عارفها فأخويا يروح ساكت أوكي؟ فأنا في الفترة دي جوحت بعدها على طول خارجت ريكبتو العربية كلمتها ساعة بقى ما كلمتها اللي هي بتقول عليها لما أنا شفتها على تلفزيون شرفت لما شفتها وفقدت الوزن وحسيت أنها متضايقة أنا حسيت أن أنا السبب في ده 100% وأنا عمري ما كنت السبب في حاجة لأزية شخص في حياتي فعشان كده ما كنتش على بعض يكلمتها في وقتها على طول فاهم قصدي؟ بعدها على طول بيومين أبقعد مع عائلتي تجمع عائلي عادي يوم الجمعة أغنية اشتغل يقول لي أقضي أغنية لينا يا جماعة وانتو أصلا عارفين بلايليست بتاعت لينا منين إن أهلي برضو يعرفوا أنا مكنتش أقل لهم أي حاجة عشان مش عايز يتحطوا هما تحت أي ضغوطات إن هما في حياتهم شخص جديد فألاقي برضو سريتها بتتجاب أجي خلص اليوم وانزل أمشي أركب العربية أفضل بفكر فيها لحد أما روح قعد في البيت أنت هنا مش عارفة أنا كل اللي بفكر فيه إن أنا لازم أبقى كويسة بسافر برا روحت ألمانيا وروحت أولندا وروحت عملت عمرة أنا عايز أبقى كويسة فهابقى كويسة إزاي؟ لأها بقى كويسة غزوان عن عين أي حد أنا مثلا في الشهر ونص اللي إحنا سبنا بعض فيهم أعتقد أن لو حد غيري لأ كان بقى في حتة أوحش بكتير بس أنا مش بستسلم إن أنا يلا أنا هاعد يا بهد لأ أنا هزعل بس أنا هبقى كويسة لإن في الآخر أنت اللي خسرون أنا 3-4 مرات سمعت أنت اللي خسران زي ما هي عارفة أنا عندي كتير قوي في حياتي غير كمان الجواز والكلام ده كله بس لينا اللي بيميزها عن غيرها طيبة قلبها مش موجودة في بنات كتير دلوقتي يعني إيه؟ البنات دلوقتي ماشية بمبدأ أنا مش محتاجة الراجل معظم البنات كده أنا مش محتاجة أصلا والراجل عادي زي الست لأ هي مقتنع إن الراجل غير الست الراجل مخلوق لحاجات بيعرف يعملها الست مش توعف تعملها الست مخلوقة لحاجات بتعرف تعملها الراجل لو عمل إيه مش هعرف يعملها فإحنا مخلوقين لوظيف مختلفة الراجل راجل والست بمعنى ده مش معناه إن إن هو ستسيد وبيأمرني أعمل إيه لأ طبعا عندي رأي وعندي حراف تعبيلي لو انا عايزة وعندي كلامي في كل حاجة لكن صح انا بلا دايما بنوصل لنقطة نقاش تبقى هو مستريح وانا مستريح بس كلمة الفصل لامين لأ بص ما فيش كلمة فصل على حسب من العقل مين اللي بيدير بص عادتها محمد بيتلع صح اللي بيدير طبيعي انا بس طبعا بعد نقاش للانوية عاطفية صح المرأة عاطفية والرجل عقلانة لا انا عاطفي بردو انا عاطفي سنة بردو بس اه سنة بحظة احنا بنتكلف توقعتم في الفرخ لقا توقعتم في الفرخ انا بقى الفكرة كلها بالنسبالي ان هي عندها الميكس اللي في النص ان هي عارفة ان انا ممكن تمشي كلامي شوية وتحسسني ان هي أصدر فكرة وانه هي تقدر تتحكم في العلاقة كلها بانه هي تبقى ضعيفة وانسة كده تحسسني بدا فاهم قصدي وانا بالنسبالي حس ان انا ايه اكتر راحت في الدنيا يفاهمها ملك اه طبعا فهي بتعرف تعمل دا اوي وهي حفظاني في الحتة دي وما كانش في حد قبل كده خالص على فكرة في حياتي كلها حفظني بالشكل ده اهلي دامج لا لانا اكبر منك بثلاث سنين ممكن يكون دا لك اه اه لا بز عندك خبرة اكتر بتستوعبك اكتر المرأة بتندج اكتر وعسرع من الرجل انت عفض دائما بقول محمد ايه بس دا لانا بابي بتاعتك محمد بص دا من بعد اقولي ان كل حاجة راح بيقول عليها مستحيل بيعملها فانا ان انا كنت تبقى مع حد اصغر مني بيوم كانت مش مستحيل عادي انا كسرت الكعدة دي عايز اقولك ان انا عرفت سنه بعد ما عدنا نتكلم بشوية يعني احنا عدنا نتكلم اكيد مش اسأله سنه كامل لانه اكيد مثلا تلاتين يعني معروفة فلما قال لي فضلت قعدة شوية ما هو عجبني خلاص هعمل ايه يعني عجبني خلاص محمد عشان هو ما شاء الله عليه ناجح قوي في سن صغير عدى بحاجات كبيرة قوي في سن صغير فدماغه مش سنه خالص بدليل ان احنا صحابنا اللي مش عارفين او الناس كتيرة قوي بيبقوا قاعدين اما بعدهم بنقول لهم بيبقى موضوع ايه بتهزر بس انا عايز اقول حاجة ماري انا شوف ان اهم حاجة ان الست ما تبقاش حاسة ان ايه ده ده انا اكبر منه انا حاسة دائما ان ان محمد هو اللي بيعلمني حاجاته وبعرف منه حاجات وكده بس في البايت بتاع التعامل معاه اه ايه ايه السن ممكن يكون لي عامل من البداية لان انا من ثلاث سنين يعني مثلا فور اكزامبل لو كلمنا عن الغيرة انا من ثلاث سنين كنت غير دلوقتي خالص بالوقتي انا بقيت مقتنعة مليون في المياه من الراجل اللي عايز اعمل حاجة هيعملها فالغيرة الاوفر مش هاي دي لاتغير كون يعني ان انا بقعد اخنق عليه بتعمل ايه وبتكلم مين وروحت فين وجاي منين وقعد مع مين هو مش ده اللي هيخليه ما يخنش لأ انا واثقة في نفسي واثقة فيك انت خاين انت خاين لكن انا مش هاخنقك وكفرك في عشتك عشان انا بافترض ان انت هتخون لما تخون بقى شوف ايحصل ايه لكن خان ايه هيحصل لو خانك لا اما الخانة دي بنزاي red line كبير جدا ده باليوم اللي صار عندما بقعد ما قالك بحبك واختفى مم شو بتصن فيها هو كان شر لابد منه هو كان لازم ده يحصل عشان هو يعرف هو عايز ايه بس انا تقزيت فاهم قصدي انا كده كانت تقزيت بس لو ده ما كانش حصل ما كانش زبان احنا عادينينا معاك محمد بدي ارجع لامعاناة لينا لينا باللي انفصلت عنها تشوفها على التليفزيون تقول لا بعد بحبك طيفة وخيالة على طول يمرق معك وين مكان بيبيت اهلك شو صار اللي حصل ان انا عرفت نفسي عايز ايه وعرفت قيمتها عندي وعرفت ان انا من غيرها بجد يعني حياتي وحشة اوي بجد حياتي ملهاش حياتي ملهاش معنا خالص من غير بني ادو درحة دوباي تركيا فأنا كانت وحشة حياتك تخيل اوي بجد يحرام بجد يحرام بارتيز وسهر تخيل بقى انت بتصهر وانت عم بتغني تخيل انت بتصهر وبتغني وش مبسوط يا حبيبة هاي تخيل تسافر بتصدق ايه بص اي لا لا اسياكم يعني هنا بص في بص عندي خلاص بتصدق ايه شاشة نص نص يعني وكا مبسوط وهويز بس في الباك جراوند بتاعه فانت بقى ضمن الباك جراوند طب هقولك بقى دليل مهم اوي ان برغم ان انا يعني اعديت بالجيش وان انا خلصته دي حاجة حلوة اوي والله ما كنت بسوط مية في المية بعمل حاجات انا بخطط لها بقى لي سنين سفرت وروحت وجيت وانا لينا بفكر فيها انتش تصدقني خلاص خلاص لك الدليل الاكبر ايه بقى سيناريو سيناريو من الافلام الابيض الاسود هو الحصد ده فيلم واحنا متى كل حاجة فيه احنا فيلم بس في دلي هنا مهم اوي بقى ان في وسط ما انا في تركيا في السفرية انا كلمت البيست فريند بتاعت لينا اقول لها انا هرجع من تركيا قلت لها طبعا الكلام المرتب ده كل اللي هو انا مبفكرش غير فيها وبسافر وبروح باجي وعايزها وعاياتي ناقصها لينا ليه لانه ما ردت عليك صدتك بطلت ده ممكن يبقى برستانتش كبيرة قوي منها بس بلس هزة الايجو طبعك اه طبعا ودي حاجة هي عارفة ان انا استحالة ارجع لحد انا سيبته بس وصل للباس فريند لينا شو قلت له قلت له بصي انا عندي انرجي دلوقتي واخد كاروري مية في المية انا هعمل اي حاجة عشان البنيات ما دي تبقى في حياتي بدرت التاكت بتاعتي يوم عشان ارجع على مصر تكون هي موجودة فاروحت اليوم ده رجعت المطار عليها على طول خطة عربيتي روحت لها على طول طبعا انا ما شفتها هي جالها صدمة هي اللي هو بصلت كده اه اوكي تمام قلت لها ممكن تركيا عربيتك تركيا معايا ركب بعد اذنك بس تركيا عربيتك وتركيا معايا بس عايز اتكلم معاكي ركبنا العربية انا لسه راجع منين وريح اعمل عمرة بيقامن بقى عشان يروح العمرة يدعي وخلاص بقى يعني ناس بقى وبجد عفو الله عما مضى بالزبط فانا يا رب سامحني ولينا تسامحني وكل حاجة تحصل حصلت تختفي فارجعنا هلتكلم في العربية دا لحسا شو هيك ضغر نفلت على العربية هلقدر الموضوع السهر رجبت معايا العربية ضغر طلعت انا هنا بقى اتضمت شوية لان انا قلت هتجري بقى نعمل بقى سين تطلع البيت فكلمها ما تردش فكلم سحبتها بقولك انا طيبة اوي والله تطرع بيه مثلا مثلا كان عندي حالة من البرود اللي هو هو انا في حقيقة ولا بيعملي هنا وليه جاي موهو في دبي حرق دمي بقى له مئة الف يوم وعارف اخبار دبيعي خلي بالك في حاجة بتحصر كده في النص اللي هو ايه محمد مثلا يحطني انا بس في عشان يوريني حاجات معانا بس انا عرف مخش في فتاعتين مره عمل واحدة فالو وبعدها عشر دي شيل فالو انا كنت عارفة في العشر دي دول بس كان عندي يقين مليار في المية ان محمد هيرجع يكلمي وصل على السيارة مليار في المية مليار اللي هو من بعد ما كان راح شاف يعني حياته مع عندي الشك بس كنت مثلا ايه لقى ايه مش دلقت تلات اربعة شهور بس للأسف ساعتها انا هكون في حيطة تانية خالص لان انا من الناس اللي بتاع فتاقف على الرجلية بسرعة فين هجيلي بردو هجيلي بقى ساعتها كان كايستي كان سالحنا على بقى فانا كان دايما تخوفي ان انا عايزة يرجع بس عايزة ما يبقاش متأخر قوي فكون انا خلاص بالنسباله فاهم قصدي انت كنت بدك يرجع بعد كل اللي عامله فيك خلي بالك هو عنده انت بس مهما هقعد اتكلم في الموضوع ده محدش هيفهمه غيلي نعم محمد قلبه مفيش زيه هو مش قاصد يقزيني او يدايقني بالعكس هو بيعمل كده عشان هو عايز يفهم هو حاسس ايه عشان نخلص بقى تمام وانت عقلك يعني قدري يستوعب هالموضوع بس قلبي موجوع بس عقلي متأكد ان ده صح شكايف يقولك الشر اللي يابد منه يعني انا مكتش اه كنت بالدعمل هو بيعمله بس برضو عارف ان هو هيرجع لان مش عايزة بأكل شيء يعني إذا بنا نصنفها اليوم نصنفها نضوج بالحب نصنفها انبطاح بالحب وين بتصنف فيها النضوك مش فكرة نضوك فكرة أن أنا أو عمل حب مش عارف عمل حب لا مش قوي لا لا أنا مش شخصية عمي بالحب مش تقدر أجود يعني ممكن يبقى فيها برسنتة صغيرة عمى لا أوه أنت لا 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 هي بس أن أنا فيك تأخذ شوية من هو شوية من هو بس أنا حاسة أن أنا حبيته قوي وكنت شايفة حياتي قوي معاه وهنا ما بيكون قدامك شخص كويس قوي فبتبقى له هو ليه ما أنت كويس عارف أنا كان دايما كل تفكيري أن ليه بغصت الدنيا ما إحنا كويسين بس هو مش كويس كان بينه وبالحالة بس قصدي أن دي كانت أنا عارف بقى وصلت للسيارة هقولك بس حاجة قبل ما يكمل السيارة أنا أول ما دخلت العربية والله والله يا قيس أنا سمع ضربات قلب محمد من بر سمعها وأنا في سيتيويشن عارفة أنه هو عمره ما كان في حاجة كده قبل كده يعني محمد مش الشخص اللي هو عارف أنه اللي عم بعيشه معك لأول مرة عم بعيشه مليار في مية مليار أنا بس عايز أقولك حاجة مهمة قوي أنها لحظة المواجهة دي أو أن أنا روح لحد ومش مجهز كلام بس أنا روح لحد وأنا ندمان عمرها ما حصلتلي في حياتي بس مع البني آدمة دي أنا ما شفتش منها حاجة واحدة وحشة ما شفتش زيها أصلا قبل كده ما شفتش حد بيعملني وفاهمني كده فاهم قصدي؟ ما هي دا الأهدا السيء أنه رغم كل هيدا رغم كل دا شكرا وعيشت طبعا ما ليش أي حاجة أسوأ أيام حايت ما ليش أي حاجة تخفر لي اللي أنا عملته حسن أنا متعصبا منك دلوقتي اللي أنا حسن عايزة تخلق معايا قدل بيشفل واحد من هيدا الجرح آه طبعا بس لازم اللي معاك يكون بيساعدك بس بيضل بمحل من المحلات بيرجع إذا حكيت فيه بيزعجك آه بتعصب بس مش بيجوقة موجوع يعني خلاص بس بعده موجود طبعا طبعا إن هي توافق أصلا شو قتل بسي يا ردغرا بعد ثلاث ساعات قلتلي أنت عايز مني إيه بعد ما قعدت رغي معها ساعتين ثلاثة قلتلو أنا بتديت أبقى كويسة وفعلا هو ظهر هو دايما بيحصل كده بتلاقي الأكس بيظهر أول ما أنت تبتدي تبقى تمام بيبعاتلك حاجة طبعا بعدها على طول لما ظهر قلتلو شو بتدك قلتلو أنا بتديت أبقى كويسة فأنت جاي تام ليه قلتلو قال لي على فكرة أنا عايزة تجوزك أنا كنت جاية قابل مامتك بس قلت إن صح أن أنت تتقابلك الأول ومش عارف إيه وبتقبته وتمام هالتليفونة استني بس لأ استنى أنت قلتها بطريقة سريعة جدا عايز مني إيه عايز منها مسائلت في رمضان ده لأ قلتلي أنت عايز مني إيه يا محمد أنا عايز أفهم محمد وأنت عايز مني إيه كده بالزبط لينة أنا عايزة تجوزك وأنا ما كنتش عايزة أكلمك أنت وكنت عايزة أكلم مامتك على طول هي سامعت ده سكتة 3-4 ثواني إيه ده أنا قوم رأقولها ده أنا بموت في بقى فبعديها قالتلي طيب آآ تمام آآ في حاجة كتير قوي أنا سكوت فيك دلوقتي صفر قلتلها ملكيش دعوة بأي حاجة بنفس الانرجي السكوت الصفر دي زي ما كانت مية أنا ممكن أخليها متين بالله أنا هعمله شو قلت يدو ساعتها هات تليفونك وأنا راجع من دبي طيب تاخدي تليفوني ليه؟ وأنا راجع من دبي هات تليفونك بص بقى هو وحظه وحظ اللي أنا بفتح الشات عليها واحدة صلتها مستفزة أبعت لها أعملها بلوك بلاش تفاصيل دي الفضيحة لا لا لو سمحت يا محمد حكينا التفاصيل اللي فيها ومكفيها هيدا التفاصيل المهمة اتفضل اعملت بلوك اللي كم حد يا محمد انت مزاكرين يا شو؟ أعملت بلوك الاربعين بنت مع كل بلوك شو يصير فيك؟ ما هو تسعة و ترتيميش فرق اللي بس كمشي في واحدة؟ كان في بنت فرقاية ما كنتش لسه كلمتها أده قد الرقم أده؟ شهر ونص يا ظالم تلتة واربعين انا اصلا كنت ساعات بقعدة وكلم صاحبتي يا ولها انا عايزي ولا هي كنت متأثر كتير ها؟ بس في بس في بوينتين امور مول مول شاكتك مأخر سبقات لي عشان عوض تذكري ثلاثة واربعين؟ ثلاثة واربعين؟ يعني بشهر ونص ما انا عايز اقولك حاجة مهمة لو صاحت ماتسخلش الديم خمسة واربعين يوم لا بابا لما يشوف الانترفيو ده هيحلغك جواز دي كلها بس اعايز اقولك حاجة يعني خمسة يوم بس قاعد سنجل ولا حتى لا 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 بس فوين كانتش يفوت؟ كانتش يفوت كانتش يفوت؟ عشان خاطري عايز اقول كلمة واحدة بس انا شهر ونص عشان اعوض غيابها حبيبة كلمت تلاتة واربعين بنت يعني هو عشان اعوض غيابها بتلاتة واربعين يعني انا عندك بتلاتة واربعين بس شفت لا هو لو شهر ونص ممكن اعوض اربعمية مستعرفة غرابتك كبيرة يا لينا لا لا بحضر الله انا فعلا والله بجد اتكلم كلمة بلاش يزهر بقى بلشت بالبلاك هو قاعد مش قادر يقول لي حاجة لان لو قال لي حاجة هنزل من العربية فده كان اكتر حاجة صحة عملتها هات تليفونك بعد ما خلصت قلت له طيب انا هفكر بعد اتجعني ببيت خلصت الموبايل قلت له انا كنت نعمل انا نظف موبايل انا بس هقولك على حاجة لان انا مع كل فالو كان بيعمله انا دمي كان بيتحرق فانا كل واحدة عارفة شكلها حفظة اسمها عارفة هو نزل معاها ولا منزلش كلم معا ايه بي ايه وانا فهمة ان فهماء بدرجة هو مش فهمنا انا فهمي انا فهمنا هو بيعمل كله ده ايه بيضع وقته لحد اما ايه فهمه عايزي هو مش انتنشن بتاعه ان هو مش عايزي يحب حد ايستعرف على حد اي حاجة فمعارفش حاجة صح ولا صح ان انا فهمي فعشان كابش فعله بسرعة ولا غلط ومفروض ان انا بقى فكرت او فكرت بس اتكلمت معايا ساعتها لان هقولك برضو على حاجة وانا شكابه ولك انا طيبة انا بقره الزعل وبقر الخناء يعني عارف اي بنت ما بتفرج عليها دلاتي هتوعد تقول لانا لو ما كاني كان زماني اعادتو كمية شهر بيجري ورايا لأ كنت وديته طبعا طبعا ما كنت برجع صح 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 بس اوه برضو طيب يعني يعني بيحبك وعشان ما اكون بقى اوه انا شايفك عماتي تزفورت لينا كايسيم لينا كايسيم لينا خلي بقى لك انا مش فاكر منهم واحدة والله لا طبعا اكيد عارف ليه ليه بمال لي وقتي انت فاكر كانت امبارح طبعا بجد انا ولا بفكر فاقا كايسيم شوك بس اعيز لك حاجة معيش انا بحاول اعجبني التشبيه بقى كانت امبارح بقى تربني ادمين يا محمد تربني ادمين بالنسبالي انا كانوا بن ادمين وكل حاجة بس هي افعال حاجة بتعمل بيها وقتك وانا ساعتها كنت غلطة ما هي في المية انا مش ببرر غلطي اعطي حمد صدقا اليوم باللي انت قطعت فيه فترة الصيعة صحية في حالتي انا وفي وقت انا وفي علاقتنا تندم عليا بندم طبعا على اي حاجة غلطة عملتها خلي بيقولك ان هو زي ما انت كان بيقولك في الاول ان هو شخص صريح جدا فهو عمره ما ممكن يبين حاجة غير حقيقة اللي جواه فاللي قدامه ده مليار في المية بيبقى عارف ان ان لأ هو مفيش حاجة وانا بقى عشان انا من بره فانا عارفة وفاهماه وشفت تشاتس وفاهمه اكتر يعني شعورك لما تقري تشاتس بغض النظر عن جد لنا عن جد ما اعرفت ايه لأ هو ما كانش فيه حاجات لدرجة القرف يعني بغض النظر القرف مش بدوره تكون حاجة اكستريم انه ليه بس انا كان سؤالي ليه بس برضو صراحة صراحة بس برضو ارجع واقول ان شر لابد انه كان لازم يشوف غيري عشان يعرف انا فاهمين عليك انا بس قصدي بلاحظة تعطيني شوية مشاعر اللي قشتية انه عن جد عم تقري اللي تشاتس بس في بوائت مني الطفلة المبسوطة قوي ان محمد موجود اوكي ده بوائت كبير قوي انه والبوائت اللي عم تشوفها البنات بوائت تاني ان عايز امسكوا اطبق بيه العربية واحدفهم في حاجة عايزة واجيب البنات دول اتخانق معاهم واضربهم واتخانق معاهم لان هو السبب هما مانهمش زم مانهمش زم واعرف كل واحدة لما كانت بتسأل مانهمش زمب ازاي زمب اتنياتهم مع بعض يعني نفسه زمب اعلى زمب احكي لنا عن لينا انت مالك اعرف بقى الحاجات دي انت مالك اصلا عن لينا اتكلم كيف صرت ليه؟ قدي اخدت وقت لتفكرة ايه ده؟ اه تاني يوم ايه ده معا بقولك طعيبة جدا وامت جيت حكيت والدت ووالده؟ روحت عامل عمره؟ بس او اتكلم مامتي يعني الاول في الموبايل ان انا دي كانت بالنسبايلي مامتي كانت انفولف ان هي شافتني وانا بمنهارة فتاني يوم قلت لها ان حصل كذا 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 بعد اما انت كلمتها مش فكرة بزبط الترتيب بس لما شافتك؟ تشاوب تشاوب اه خلاص احببت يعني بعد اما قاموا من بعض ومش اعرف ايه برضو مامتي طيبة احنا العيلة كلها يعني حوار الطيبة ده كبير اوي فيها فانا اللي هو شايل اهمه ومش اعرف ايه واللي هو والا الجميل وحبيته فوقوا تتوبخي تقوليه اي حاجة تعملي اي حاجة فانا لقيت الحمد لله ان الدنيا حلوة واهلها ناس طيبين اوي ومش عايزين اي حاجة من الدنيا غير ان ابنتهم تعيش مبسوطة وانا عيش مبسوط واحترم هتحترم يا جو قدرها هتقدرك لقيت ان هما بيتكلموا في نفس الحاجات الاهلي بيتكلموا فيها فهم قصدي؟ فانا قلت اخد امشي في البروست دي مع البروست ان انا بمهد لااهلي ان بدأ الموضوع يبقى في دماغي اوكي؟ فبعدها خلصت كل ده رو تراح اقل لااهلي يا جماعة في واحد اثنين تلاتة اربعة طيب يا جماعة اهلي طبعا حابين فكرة لينا اوي وحابين شايفينها معي او يلايق عليها جدا مع الكلام اللي تقال حبوها اكتر سانا كان ناقص بس ان هما يشوفوها او يعني من الاخر يتعلم معها كتير ويعشروها وانا متأكد مفهم ان انا مش محتاج مجهود مني اجمل لينا هي رغم لو ان انا مش شبههم دي الفكرة ما هانا بقى اللي بقولك انا مش محتاج مجهود مني اجمل لينا قدام اهلي هي لوحدها مجملة نفسها هي لوحدها مش محتاجة مجهود تباين لاهلي ان هما شبه بعض بدي منك تطلب من محمد ما اما هنعدي بحاجة وحشة وانا ان الدنيا صعبة والجواز حاجة صعبة جدا مش حاجة سهلة فبس هزيك تفضل زي ما انت وبوعيدك بوعيدك ان انا مش هتغير عشان عارفة ان دي حاجة انت خايف منها وهوفضل زي ما انا واما اي كان تويت ان انا اكمل حياتي معك حمد اوكي بوعيدك بوعيدك ان انت هيكون معاكي شريك حياة دايما ضهر وسند ليكي فكل حاجة انت بتحطيها في حياتك سواء حلوة او وحشة وهيفضل يقوي فيك دايما ويخليكي احسن واحدة في الدنيا وعمره ما هيغزلك ولا هيخونك ولا ما هيخونك دي فعلا وقولا وكل حاجة نعم ولا هيخليكي تفتكري اي حاجة حصيتلك وحشة قبل كده وهينسيك كل حاجة وحشة في حياتك حصيتلك قبل كده وعد بدك ايه من مدى الحياة اوعديني ان مهما حصل في الدنيا مفيش حاجة تغيرك من ناحيتي وتفضري دايما زيما انت دلوقتي كده عرفاني من جوايا مهما عملت ومهما عشان انا صعب قوي في حاجة كتير مهما عملت تبقي دايما عارفاني من جوايا ومصدقاني وعارفة انا بعمل ايه وبسوي ايه في حياتي ومريحاني دايما ومدياني دايما الاحساس اللي انا حاسه تلوقتي ان انا قد ايه اكتر واحد مبسوط ومرتاح في الدنيا ورب داي يفضل على طول وتفضلي معايا طول عمر يا رب بس انا اش عايزة او مر اقول الكلام ده بعض بصراحة دايما بيجي كده حاجات صغيرة بسألك دي فين وفين والله دايما بقول ان البنيات ما دي عاوض ربنا اللي عن كل حاجة بتحصل عاية اه اه بتقصر وذبنت وقلاط عدينا وحات وحشة احنا الاثنين فا ايه نحنا نستنى بمسوطين يعني صح والله وانا تعبتة جدا والله اهلي تعبوا جدا فكن لازم ربنا يعوضني بس الحمدلله اعوضجي حلو اوي انا تعبت كتير تعبت كتير جدا والله يمكن دي اكتر حاجة مخليها عارفة ده كويس وان هي كتعيش معايا فدا فربنا يثبت الدنيا دي اكتر فربنا اللي خليكون لابعاد نعم البسط اوي نهارده ايه كويس this was fun واو اشتركوا في القناة